مستفز زوجي اه هو جورديولا مستفز انا اسف يعني ما انا انا تعبت دي طاقة يعني اروح منك فين اروح منك فين كل ما اقول خلاص الدنيا هتظبط يطلع لك بيب جورديولا كده يالما دي دي بقى ماشي زي الفل يطلع له بيب جورديولا اه ليفربول اقولك حاجة في احسن من الموسم العظيم اللي عمل ليفربول السنة اللي فاتت بتكسبه في اخر ثانية بفرق نقطة في الدولة الانجيزية يا اخي سبني اجيب تسعة وتسعين نقطة تجيب مية وتنين نقطة سبني يا اخو النفس يعني اعمل ايه اجيب اكتر من ايه من حاجة وتسعين نقطة اعمل ايه اكتر من كده سبني اكل معاك اختراع بيب جورديولا ده اقويه بقى شو في الدماغ فرقة عنده عظيمة جدا ما فيهاش صغرة ما فيهاش غلطة تمام يروح يجيب هالند هي نقصة هي نقصة ده احنا بجيسوس بيلعب في منشستر سيتي مهاجم ومش مستحملين في برشلونة نفس القص عنده ميسي وعنده ديفيد فيا وقبلها رونالدينيو سليه رايح يجيب لك تيري هنري ورايح يجيب لك سامو الاتو ورايح يجيب لك زلتاني براموفيتش انت ناقص ونيمار طبعا تناقص ما فيهاش يعني ما فيهاش بعد كده مدرب اه اه طبعا بيدرب فرقة كبيرة وبيجيله صفقات بس ده منشستر سينايت انا بحيب منشستر سينايت صارف فلوس بالهبل على مدار السنوات اللي فاتت هو فيه زي باريس سان جرمان والمصاريف اللي صرفها معلش يعني باريس سان جرمان بينافس في الدولة الفرنسي يعني ما فيهاش ياخد الدولة الفرنسي طويل وقت براح طويل وياخد دولة أبطال أوروبا وبيشتغل مرتاح يعني ما فيهاش مدرب برضو حمد لله حمد لله على كل شي اه زعلان طبعا زعلان بس المتوقع يعني عارف انه الريال الطبيعي انه يخسر قدام منشستر سيتي واعتقد ان انشلوت يا ملحايا تشوف طبعا دخلت بعد المباراة طول انشلوت هيعترف بالهزيمة ويعترف بمنطقية الهزيمة عشان الريال النهاردة معرفش يشمه اه فيه كور كده توني كروس يشوت له كرة في العرضة كرة ايدرسون يشيلها كرتين تلاتة كده في المباراة منمشي بيوم حالنا خمسة وعشرين على ما اعتقد خمسة وعشرين كنت بتفرج مع بعض الاصدقاء زي ما بنلعب بلاي ستيشن كده ونقعد نهزر ونتريع على اللي بنلعبه يعني نقول له هو الجول بتاعك لابس ايه واحنا في علامة مكناش عارفين ايدرسون لابس ايه يعني لما شافش اللعيب او ايه بتسلم على بعض في الاول مش يعرف ايدرسون لمس ايه اللا كورة في الداياع خمسة وعشرين تقريبا وكر بيرجعها لادرسون عشان يبنوا لعب يعني مش هجمة خطيرة لا 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 وبعدين منشستر سيتي يحسس اي منافس انه هو صغير انت كده كده تفتكن مثلا منشستر سيتي او برشلونة مع بيب جورديولا وباير ميونيخ انا بالمناسبة ايجع على باير ميونيخ دي بس بعد شوية تفتكن مثلا في منافس خلى منشستر سيتي يتهان يمرمطه لا هو اللي بيكسب منشستر سيتي ولا برشلونة ولاي فرقة بيضرب بيب جورديولا يعني عارف بتاكل النجيلة عشان تكسبه بتتعب بتتعزب بتشقى بتشقى عشان تكسبه لكن هو تك 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 ببساطة كرة سهلة قوي وبعدين تشوف اللعبة بتمرر لبعض والتحركات بتاعتهم تقولك معت هي كرة سهلة قوي كده ومن احنا ليه بنقول معاناة وصعوبات وامور بدنية واعصاب وروح بنوع حاجة كتير قوي كرة أسهل من كده بكتير بس هو اللي بيخليها سهلة برضو عشان مش كل بيلعب كرة سهلة كده اشتركوا في القناة